وموقف المصابين كابتن سيد اتكلم وقال عن حالة اللعيبة المصابة وبدأ الكلام عن سعل سمير وقال انه في مرحلة متقدمة وانه ان شاء الله بحد اقصى هيكون موجود مع الفريق يوم 20 اغسطس المقبل اما محمد محمود لاعب الفريق فاقترب هو كمان من العودة في التدريبات الجماعية وبيؤكد ان اللاعب ينفذ برنامج تأهليا وبدانيا على اعلى مستوى شريف اكرام ان شاء الله حارس مرمى الفريق بينهي في الوقت الحالي المرحلة الاخيرة والخضع من خلالها الى ازالة عظم زائدة وبالتالي اللاعب في اجراءاته الاستشفائية علشان يلحق تدريبات الفريق الاول في اسرع وقت ممكن اما كريم ندفد لسه في او لسه محتاج بعض الوقت اللي تجهيزه علشان يكون مستعد وجاهز للمشاركة مع الفريق الاول بدون اي توابع للاصابة الاهلي مكتمل الصفوف في القمة امام الزمالك الكابتن ساب الحفيز اعلن ان الفريق ان شاء الله مكتمل باستثناء اللعيبة المصابة اللي قلناها لحضراتكم وان النادي الاهلي بيستعيد خدمات ياسر ابراهيم مدافع الفريق واللي كان موقوف بسبب حصوله على ثلاث انذارات وخلاص اللاعب دلوقتي تحت امر الجهاز الفني واعطاء دول اخضر ليه سواء بالمشاركة اساسيا او الجلوس على مقاعد البودلاء كابتن سايد اتكلم ايضا عن المرحلة القادمة هي مرحلة التركيز للقمة كابتن سايد قال انها مباراة مهمة حطون على ملعب برج العرب مباراة من ضمن اللقاءات المهمة في تاريخ الكرة المصرية وبالتالي لازم الاستعداد النفسي والفني يكون مهم جدا وده اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني والجهاز الاداري 48 ساعة بتفصل النادي لها لعام مباراة مهمة وبالتالي خلاص مباراة المقولين انتهت على خير النادي الاهلي توج بلقب البطولة لكن متعودين صفحة وبتتقفل علشان نركز في المباراة او البطولة اللي بعدها الغائبون عن معسكر الاسكندرية طبعا بيوصلوا التدريب في التتش في طبعا لعيبة غايبة عن المعسكر بسبب يعني عدم وجودهم في قيمة التمنتاشر وايضا عدم تأييدهم في القائمة الحالية للموسم الحالي يتبقى لقاء واحد امام نادي الزمالك وبعدها نادي الاهلي من حقه يأيد اللعيبة اللي مش موجودين في القائمة انفال حسين السيد وايضا مؤمن زكريا ابرز اللعيبة اللي موجودينه معاهم النجم الصاعد والنجم اللي تقلق في صفوف الاتحاد السكندري عمار حمدي حسين عبد الدايم مخطط الأحمال البدنية قاد التدريبات صباح اليوم الجمعة للعيبة الغائبة عن معسكر الأسكندرية واللي بيستعد ليها الفريق الأول لمواجهة الزمالك اشترك في التدريبات عمر جمال وعربي بدر واحمد علاء وحسين السيد ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وإسلاب محارب كلهم أسماء لا تقل أهمية عن اللعيبة اللي موجودين في معسكر